اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل هذا المشكل على تطبيقك الخاص ديسكورد من خلال الضغط على الضبط والإعدادات ثم بعدها نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا للضبط والإعدادات نقوم بالنزول للأسفل ثم نأتي إلى التطبيقات نقوم بالضغط عليها ثم بعدها نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة ثم نقوم بنزول الأسفل نقوم بالبحث عن تسكورد هنا نضغط عليه ثم نأتي إلى نافذات معلومات التطبيق هنا ثم نقوم بالضغط على إيقاف إشباري نقوم بالضغط على موافق بعدها نقوم بالنزول نأتي إلى مكان التخزين نضغط عليه ثم نضغط على مسح البيانات وبعدها نضغط على مسح التخزين المؤقت ثم سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الواي فاي الخاص بك لكي يقوم بحل المشكل وهنا نكون قد قمنا بالتعرف على هذه الطريقة هتنسوا الشراك والضغط على الاشتراك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله وفي منضوع آخر